من كتاب لأة بتعمل فلامينكو للدكتور محمد طه الباب التاني بيتكلم عن الألعاب النفسية حسب تعبيره بيقول احنا بيجري في دمنا كرات دم بيضة وكرات دم حمره وألعاب نفسية بعض الألعاب دي بنلعبها مع نفسنا وبعضها بنلعبها مع الآخرين في حياتنا وبعضها بتتلعب معانا من غير ما ناخد بالنا الألعاب النفسية مهمة جدا جدا أنك تعرفها أو تعرفيها لأن في بعضها فعلا كتير مننا بيقع فيها اللعبة الأولى لعبة ملهاش حل في اللعبة دي بيكون عندك حد مش بيبطل يشتكي طول الوقت بيشتكي ولا يكف عن الشكة ولا يكل ولا يمل منها أنا تعبان أنا مظلومة أنا مش عارف أعمل إيه أنا جربت كل حاجة محدش حاسس بيه ليه كده يا رب بس كده لا طبعا ده هو بيتعمد يشتكي قدامك عشان حضرتك بكل طيبة تحس بيه وتتعاطف معاه وتحط نفسك مكانه أو مكانها وتبدأ تساعد أو على الأقل تبدأ تقدم حلول المساعدة وتقترح حلول جربت تعمل كده طيب ليه ما عملتش كده طيب إيه رأيك في كذا طيب أساعدك إزاي قل لي بس إزاي وأنا تحت أمرك بس كده برضو لأ لغاية هنا مفيش أي لعبة ولا حاجة ولغاية هنا دي حاجة عادية جدا ممكن تحصل لأي حد فينا كل يوم ونتجاوب معاها بشكل طبيعي وجميل ومفيد لكن اللعبة بقى في الخطوة اللي جاية بعد ما حضرتك تندمك في الدور وتكتهد في التفكير والاقتراح وتنسجن في عرض وسائل المساعدة تلاقي صاحبنا بيقفل كل باب أنت بتفتحه قدامه بالضبة والمفتاح ويسد عليك كل طريق أنت بترسمه للحل ويحرق لك كل كارت ترميه على الترابيزة ويخلي المحصلة دائما صفر يعني مثلا جربت كذا أنا فعلا جربت دوما في عشي طب ليه رأي طب إيه رأيك في كده الله فكرة حلوة جدا بس مش هتنفع عشان كذا وكذا طب ما تيجي نكلم فلان أو علان لا 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 ملهوش لازمة مش هيعمله حاجة طيب ما تيجي نعمل مع بعض كذا أنا عارف أنك عاوز تساعدني بس للأسف الطريقة دي برضو مش هتنسبني علشان بنكسين أي حاجة قوم تحتر حضرتك وتتدايق وتحس بالعجز وقلة الحيلة بعدهم زهق وخنقة وحزن وأحيانا يأس وزن وتتحول في نظر الشكل واحد من الناس العزاز اللي لما احتاجناهم طلعوا عن دال بامتياز اختبوت هائل من المشاعر السلبية بتلف حولين رقابتك في دقائق أو ساعات وأحيانا سنين لأنك مش قادر تساعد حد هو في الحقيقة مش عايز يساعد نفسه اللعبة دي اسمها نعم ولكن وبيتضرب بيها مثلا الست اللي في حجرة انتظار عيادة التخصيص وعملها تشتيك لللي جنبها فصاحبتنا اللي جنبها تلتقم الطعم وتبدأ تقترح عليها شوية اقتراحات وتكون الإجابة دايما اه اقتراح جميل بس مش هينفع عشان كذا وكذا فاللي جنبها بتقس من هي تقدم المساعدة وتحس ان ما فيش أمل وتؤكد الشكية لنفسها نفس الرسالة ما فيش أمل طبعا التفسيرات النفسية وراء ده كتير جدا اهمها انه هم عايزين يعيشوا دور الضحية ويلبسوا حضرتك دور المنقذ اللي في الحقيقة مش هيسمحوا ليه انه هو ينقذهم لانهم بيعملوا ده عشان يفضلوا زي ما هم حسين باليأس والظلم والعجز وده مريح جدا مقارنة بإحساسهم بمسؤوليتهم عن اختيارات حياتهم واللي أعمق من ده هو ان خلال رحلة حياتهم خاصة في طفولتهم تعرضوا الفترات الصعبة من الاحتياج الفطري البسيط ده زي الاحتياج للاهتمام والشوفان والدعم النفسي لكن ملقوش دوت من أقرب الناس إليها فتعودوا على السيناريو ده ومن غلبهم بيكرروه دون وعي أو بقصد لان ده الشكل الوحيد للعلاقات الإنسانية اللي يعرفوه ويما يعرفوش غيره أنا محتاج والطرف الثاني مش بيساعد إلى جانب أنهم قرروا يحسسوا أي حد بيحاول مساعدتهم بالزنب والتقصير كأنهم كده بيقولوا فعلهم البطن ياه انت كنت فين من زمان خلاص معادش ينفع أكبر غلطة ممكن تغلطها هنا إنك تبلع الطعم وتدخل اللعبة وتبقى طرف فيها لأنك هتستهلك طقتك وتستنزب فكرك وتحرق إحساسك ده طبعا مش دعوة أبدا لعدم مساعدة الناس أو عدم التعاطف معاهم أو الاستجابة لشكواهم بالعكس هي دعوة للتعرف على نوعية خاصة من الناس الناس التي لا تكف عن الشكوا وهي كمان دعوة لتقديم المساعدة لكن من نوع خاص ومختلف لأنهم في الحقيقة مش محتاجين مساعدتك أنت هم محتاجين مساعدة من المتخصص من حد محترف فقط لخير طيب بتعمل إيه بقى لما تقف في واحد من دول أولا أوعى تلطق الطرف في الخيط وتبقى طرف في اللعبة وطبعا كل ما تفهم اللعبة دي بدري كل ما بتوفر على نفسك كتير قوي ثانيا ما فيش مانع تعبر له عن إحساسك بيه واهتمامك لأمره لكن بعدها على طول تحمله المسئولية وتقول له أنا فعلا حاسس بيك أنا بجد مهتم لأمرك هتعمل إيه بقى ثالثا النصيحة الوحيدة المطلوبة هنا هي أنك تطلب منه التوجه إلى حد موصوق للمساعدة المتخصصة بس وخلاص عشان لو ما خلصتش كلام في نفسي ذات اللحظة هيعمل إيه هيقول لك آه ما نروحت وبرضو ما نفعش استنونا إن شاء الله في اللعبة التانية من الألعاب النفسية ومن كتاب لأ بتعمل فنامينكو للدكتور محمد طاق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك اللهم أخفر لأبي وأمي وأمات المسلمين أجمعين كنت معيكم مروح حماد ونادي كل السادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر